زي ما أختها بتجاوزت له أحد متشدد جداً بس هي ما كانش عندها يعني حقق أو يعني ما قدرش أقول آه إن ما كانش عندها اختيار إن هي تقول لأ صح آآ للأسف آآ هي بتهرب من من قفص بس هي مش عارفة إن برضو الهروب أنا مش عارفة ممكن يكون طب إزاي نفس البيت تيجيب الشخصيتين دول واحدة بتغني وبتعمل وبتعمل والتانية لأ راحت عشان تتجوز واحد بابا اختاره ومن عائلة متشددة جداً عشان إحنا إزاي يا ربي كده وكده هقولك هي فيه فيه جزء بيولوجي فيه جزء أنا موروث يعني فيه ابني لما مثلا أقولك في بدوات المدرسة سهلة قوي نشيط الطباعة دخل تعرف عن ناس ومفسوط وصعب الطباعة عنيد قوي ما بسمعش الكلام وفيه سهل الملال حبيبي أعمل كده حاضر أعمل كده حاضر فإحنا عندنا ثلاث شخصيات دولة فيه جزء موروث بيطلع بيه وفيه جزء أنت بتديه من القيم أنت بتغيري شخصيته فيه جزء بيطلع كده وجزء بيطلع كده فهي الجزء هي طلعت عشان عايزة تجوز خلص دي هي كده شخصية أنا أطهقت منكم عايزة هي شخصية حابة تهرب شخصية متواضعة أوكي التشدد الديني اسمه رهاب الوجود رهاب الوجود الحرام وكده أنا ممكن بعد كده ألجأ لاستقطاب الجماعات الرهابية بكل بساطة عادي جداً نعم أه جداً طبعاً نعم ليه بقى؟ عشان خاطر أنا بدأت أخاف إن ده لو عملتوش أخش النار فالعشة أخش الجنة أه زي ما بيتحكوا على أغلبية الناس عارفت زي؟ فكرة بأكلمك بفكرة بأكررها كتير الفكرة بتخش تبقى معتقد المعتقد بتبقى وجهة نظر الله ده موضوع ده مهم جداً بيخليني تبقى عادة والعادة بتبقى سلوك وتكرار السلوك بتبقى شخصية يعني هو لو كان قال إن هو معطرد مش عشان هي حرام لأ أو حلل ما فيش حد مننا من حق إن هو يحلل أو يحرم حاجة لو ربنا أزلنا بيها بس أنا بقول لو كان قال لا لا مش هينفع وإنت المجتمع هيقول علي إيه وأنا موفقش كأب أن أنت تغني وأن أنت بقي فنانة وإحنا يا بنتي تربيتنا مش كده وإحنا مش بتوع الكلام ده زي مثلاً فاعة معينة أو ناس كتير في المجتمع بتفكر كده وهو بيحبوا يمشوا جنب الحيط وإحنا مش بتوع شهر أو يا بنتي ده إحنا غلابة إحنا عايزة أن نستقول علي إيه فضحتيني فكرة الفضية كممكن تسمع كلامه؟ حتى رويها ده حلمها؟ طيب هي ممكن تسمع كلامه لو هي كان من الشخصيات المتعرضة اللي هو طب خلاص حضر أو مش عايزة إزعالك يا بابا لو أنا بحبك فعلاً كنت هتخلى عن حلمي سه ممكن حد يتخلى عن حلمه لو بيحب أهله قوي؟ ممكن بس ده في الآخر بيقتل فكرة الدافع وفكرة الدافع لو اتقتلت عن ابني أو بنتي مش عايشين يعني لو أنا عند درجة حرارتي 40 درجة ومش قادر أقوم أصلاً من السرير والبيت بتحرق أنا أمو كما أمو أنط مش باك أجري لازم أهرب اسمه دافع البقاء لو رجي مكسورة وكلب سعران هيعضيني حاجة بتدفعني لأن أنا عيش بالظهر الأسد والغزالة ربنا خلق الغزالة أسرع من الأسد بس الأسد لازم يأكلها عشان لما يكلهاش أهله يموتوا من جوة دافع البقاء الغزالة عارف هي أسرع بس بتخاف خوف خيالي فلما بتخاف تجدر زجزاج منحنات فصراعيتها بتقل فالأسد أسكى عشان عنده الدافع طب هو إحنا ساعات ممكن ناخد أفكارنا فعلاً من الأفلام يعني الأفلام دي يعني ممكنها بقاعدة ولا ده بيبقى يأس ولا ده بيبقى إيه طيب ولا ده طبيعة فيه أكتر من حاجة فيه الشخصيات القوية فيه حاجة اسمعها تقمص الشخصية يعني كم مرة تفرجنا على فيلم أو تمثيلية وممكن أن يكون عيطنا أو دحكنا وتأصلنا درجة حاسيني دي حقيقة دي اسم تقمص الشخصية المخ ما بيعرفش الفرق بين الخيال والواقع ودي حقيقة يعني لو فكرت الفكرة بشكل كتير بقى أنا بأحلم بيها لا أتفرج على فيلم مثلاً لحبك لبلدك أو زي مافيا ومتفرجنا كل عنا حبنا ببلد أكتر ونحب ببلدنا بجد وحاسين إحنا لازم يكون لنا دور ونعمل حاجة فعلاً بتأثر فينا صح؟ طبعاً ممكن فكرنا ممكن كتب أزي مصطفى عمان في يوم الأيام أو ممكن بأزي أحمد السق واخدم بلدي في يوم الأيام صح؟ إن هي بقى عالم الإفتراضي هل هي شفته بشكل تقمص الشخصية اللي بخرق دافع عن هامل كذا أو العالم الإفتراضي بتلمح ليه بقى دكتور؟ العالم الإفتراضي إن هي بتعمل كده؟ لا خالص بس العالم الإفتراضي إن شفت ده فببدأ عالم مش حقيقي بعيش فيه وبغوص فيه كأن ده حقيقتي أنا وبحط بترتيب أفكار وأحداث حصلت منافية اسمها الأحداث المنافية للواقع للأسف اللي دي بتبقى وقت متلازمة فبحط أحداث خيالية ما حصلتش ثلاث ما حصلتش في الواقع أصلا يعني هي مثلا دلوقتي عايز تخش العالم الإفتراضي يعني بتقعد نشط مخها إنه أنا هبقى ستار وأنا هعمل وهعمل وهعمل وفعلا هختلف وبتحفظ نفسها كده لو ده ما حصلش إلا هيحصلها طيب خلينا نقول حاجة المشكلة لو هي خادتها كنوع متقام الشخصية ده حالتي وأنا هبقى زيها خلي الدافع دي حاجة عظيمة موسيقى موسيقى